عودة أكبر الفرق للمقاطعة للانتخابات ممثلة بالتيار الصدري للمضمار الانتخابي لم تثني بقية المقاطعين عن قرارهم فيما تستمر الحكومة في دعوة الكتل والأحزاب والشخصيات التي اتخذت قرار المقاطعة للعدول عن قرارهم وبعكس التيار الصدري الذي أعلن عودته بموجب ميثاق شرف موقع من الكتل السياسية فقد المقاطعون الثقة تماما بشركائهم المتهمين باستخدام المال السياسي وسلطة المنصب وصطوة السلاح في التنافس الانتخابي نهيك عن التلاعب بالبطاقات الانتخابية وفي الوقت الذي يؤكد فيه المقاطعون عدم ثقتهم بالانتخابات يرد داعون إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات أن المقاطعة ستفتح الباب على مصراعيه لإمكانية التزوير والتلاعب وأن مسألة الثقة من عدمها ليست عائقا في ظل الرقابة الدولية ودور الأمم المتحدة في متابعة العملية الانتخابية وبين وجهتين نظر المختلفتين ينقسم الشارع بين مشارك ومقاطع فيما تبقى مسألة المصلحة أو المفسدة المتحصلة من قرار المشاركة أو المقاطعة هي المعيار المطلوب لاتخاذ القرار المصيري فعلى الرغم من انحسار قدرة الانتخابات على تحقيق التغيير المطلوب فإن أدنى حد ممكن من التغيير خير من بقاء الوضع على ما هو عليه